اقرأ مع زملائك في المجموعة القصة الثانية جاء حسن صديق جحا وقال له أريد أن أصنع خاتما وليس عندي مال كثير فقال جحا لا بأسا وانطلق معه إلى صانع الأختام وقال جحا بكم الحرف الواحد فأجاب صانع الأختام عشرة دراهم فقال حسن ليس معنا سوى عشرين فنظر جحا إليه وفكر قليلا ثم قال للصانع اسنأ لنا خاتما باسم خسا قال الصانع بدهشة ما هذا الاسم فقال جحا وما شأنك أنت اسنأ ما نريد وصنع الصانع لهما الخاتم وعندما أراد أن يضع نقطة الخاء قال له جحا سريعا ضع النقطة على آخر السين فضحك الصانع وعرف أن ما يريده جحا هو اسم حسن ولم يأخذ منهما شيئا